اعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ان القوات نجحت في توجيه ضربات قاسية للارهاب في ليبيا واضف حفتر في كلمة له اليوم ان الجيش الوطني الليبي تصدى لمشروع الطيارات المتطرفة بفضل دعم الشعب له اعلن المبعوث الامريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينغ ان الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات انسانية جديدة لليمن وستقدم المساعدات عن طريق الوكالة الامريكية للتنمية الدولية قالت السلطات في مدينة وهان في وسط الصين انها انهت فحوصا لكورونا على مستوى المدينة طالت اكثر من 11 مليون شخص اثر تسجيل اصابات محلية بعد اكثر من عام على اكتشاف الفيروس فيها اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاهمية الكبرى التي تليها الدولة لملف التوسع في اقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية مشيرا الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اكلف بادراج هذا الملف ضمن اولويات عمل الحكومة واشار مدبولي خلال اكتماع مع وزراء المالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة الى انه تم الاتفاق على تخصيص 317 موقع لانشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اكتماعا لمتابعة الخطوات والاجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بحضور وزيري الكهرباء والاسكان وخلال الاجتماع اشار وزير الاسكان الى ان هناك اكتر من 60 شركة تقدمت بعروض للوزارة لتنفيذ مشروعات التحلية موضحا ان من بينها شركات عالمية كبرى متخصصة في هذا المجال استقبل وزير الداخلية محمود توفيق نظيره العراقي عثمان الغانمي الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى لاجراء مشاورات امنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتي الداخلية في البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك استقبل مطار الغردقاء الدولي اولى رحلات الجوية الروسية التابعة لشركة روسيا ايرلينز وعلى متنها خمسمائة وثمانية عشر سائحا قادمة من مطار شرميتيفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو كما استقبل مطار شرميشيخ الدولي اولى رحلات الجوية الروسية التابعة للشركة نفسها وعلى متنها خمسمائة وسبعة عشر سائحا عقد وزير التعليم طارق شوقي والصحة هالزايد اجتماعا لبحث سبل التعاون لتوفير الوجبات الغذائية الصحية لطلاب المدارس وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واكد شوقي ان برنامج التغذية المدرسية سيغطي جميع الطلاب بدءا من مرحلة رياض الاطفال مشيرا الى حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ومن جانبها شددت وزيرة الصحة على توفير انماط مختلفة من الوجبات المدرسية وفقا للمحددات الصحية للطلاب للوقاية من امراض سوء التغذية قام رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زاكي وممثل تحالف شركتي روتس كوماتتيز وروزا جرينز هيثم نوح بتوقيع عقد انشاء محطة صبنغاف للحبوب والغلال بشرق برسعيد بتكاليف استثمارية ترقمية متوقع ان تبلغ 2.2 مليار جنيها